قطعة من الجناح بطول مترين قد تكشف النقاب عن أصعب لغز في تاريخ الطيران المدني هنا قبالة سواحل جزيرة لارانيو الفرنسية شرقية مدغشقر عثر على قطعة الحطام التي يكاد يجمع الخبراء على أنها قطعة من طائرة البوينغ الماليزية التي اختفت قبل 16 شهرا دون أي أثر هذا تطور هام فهو أول مؤشر حقيقي لإمكانية العثور على حطام طائرة الرحلة MH370 من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي إلا أننا سنتعامل مع ذلك بقدر كبير من الاهتمام وعلينا الآن أن نجري تقييما دقيقا لما عثرنا عليه من جانبها قالت الهيئة الفرنسية العامة للطيران المدني إن قطعة الحطام عليها رقم يمكن تحديدها من خلاله بشكل دقيق لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت الطائرة كانت في مارس 2014 في طريقها من كولا لمبور إلى بكين عندما اختفت دون أي أثر البحث تركز حتى الآن في منطقة واسعة جنوب المحيط الهندي قرب أستراليا بمساحة تقارب أربعة آلاف كيلومتر غرب جزيرة لارينيون وفي هذه المأساة فقدت جاكيتا جوميز زوجها وتأمل أن يعود الارتياح النفسي الآن إليها مجددا فقط عندما يتم العثور على الطائرة بأكملها سننعم حينها ببعض الراحة وسأتمكن حينها فقط أن أودع زوجي الوداع الأخير الذي كان يستحقه تكهنات لا تود الخطوط الجوية الماليزية تأكيدها حتى الآن